موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية نسهلها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هنئان رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وزارة الطاقة تعلن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل أغسطس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وستون كادرا يبدلون خدمات إنسانية لسبعمائة ألف حاج في ساحات المسجد النبوي تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيته تهنئة لرئيس أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب الملك وسمو ولي العهد عن أصدق التهانئي وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد تقدم والاستهار أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة ستقوم بتمديد الخط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس من عام 2023 ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا وأوضحت الوزارة أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر من عام 2024 والذي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبدلها دول أوبيك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم حد الحرابة بجان والقتل تعزيرا لأربعة جناتر في المنطقة الشرقية بعد إقدامهم على تنفيذ عملية استهداف دار عبايدة بمحافظة الأحسى نتج عنها مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين إلى جانب انتمائهم لأحد التنظيمات الإرهابية وتعود تفاصيل العملية الإرهابية إلى عام 2016 حينما أقدم الانتحاري عبد الرحمن التويجري على تفجير أحد دور العبادة أو إحدى دور العبادة بالأحسى فيما قبضت الجهات الأمنية على منفذ العملية الآخر قبل تفجير نفسه وهو طلحة هشام محمد عبد مصري الجنسية كما قبضت الجهات الأمنية على مساعدهما أحمد بن محمد بن أحمد عسيري ونصار بن عبد الله بن محمد الموسى وحمد بن عبد الله بن محمد الموسى وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري سعودي الجنسية وبعد التحقيقات والمحاكمات نفذت الأحكام بحق الجنى يستمر توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة عبر الحافلات البرية وذلك بعد اهتمامهم لمناسك الحج ومن المتوقع وصول أكثر من خمسين ألف حاج حتى نهاية اليوم وتشهد المدينة المنورة هذه الأيام وصول الحجاج عن طريق الهجرة السريع وقطار الحرمين ورفعت الجهات ذات العلاقة جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن سيابية وصول الحجاج وحركة ترقلاتهم يبدل ستون كادرا من منسوب إدارة خدمات التنقل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات إنسانية لرعاية كبار السن من الحجاج والأشخاص دول إعاقة بواسطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص في الساحات على مدار الأربع والعشرين ساعة لتسهيل وصولهم خلال أوقات الصروات وأثناء زيارتهم للمسجد النبوي هذا وأوضحت إدارة خدمات التنقل أن سبعمائة ألف حاج استفادوا من الخدمة منذ بداية موسم الحج أشادت منظمة الصحة العالمية بعدم تسجيل المملكة لأي تفشي للأمراض خلال موسم الحج وأثنت المنظمة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها المملكة لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج وتعاونها المستمر في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحية وصل إجمالي حجم السلع التموينية إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام إلى أكثر من 751 مليون من السلع التموينية اتصدرت المرطبات بإجمالي يصل إلى 406 ملايين عبوة ألبان وعصائر تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 207 ملايين عبوة وجاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 128 مليون رغيف في حين وصل إجمالي الوجبات الجاهزة إلى أكثر من 7 ملايين وجبة بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين من القوالب الثلجية جاء ذلك ضمن خطة تجارة لضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج بالسلع والمنتجات الأساسية تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أمن الله عليهم بأداء فريضة الحج وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة هذا وأكمل منفذ جمرك جديدة عرار استعداداته لتوديع الحجاج المغادرين للعراق حيث تم رفع جاهزية المنفذ في إنهاء إجراءات خروج الحجاج بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والتطوعية على مدار الساعة في المنفذ تشارك المملكة اليوم في قمة المجموعة الرسمية للشركات النشئة في مجموعة العشرين ستارت أب توينتي التي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال يومي الثالث والرابع من شهر يوليو الجاري ويرأس وفد المملكة في القمة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز كما سيتم من خلال المشاركة تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نضرائهم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية والاستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الصينية لمناقشة تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات بين المملكة وهونغ كونغ في المجالات الخاصة بالتقنية والفضاء والابتكار أعلنت البحر الأحمر الدولي عن شراكة استراتيجية مع شركة صناعة الأشراعات الرائدة عالميا نورث سيلز ووفقا لهذا التعاون ستقوم شركة نورث سيلز أبريل بتزويد شركة واما وهي العلامة التجارية المختصة بالرياضات المائية التابعة للبحر الأحمر الدولية بالملابس الرياضية لفرق العمل الخاصة بالإبحار والرياضات المائية والعمل مع مجموعة نورث سيلز أبريل يشمل كذلك التكنولوجيا والابتكار والطائرات الشراعية بالإضافة إلى العمل معا في الفعاليات والمشاركة المجتمعية والالتزام المشترك تجاه حماية وتعزيز البيئة البحرية بعد حرق المصحف الشريف استدعت وزارة الخارجية السفيرة السويدي لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين مطالبة الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبدأ التطرف نتابع تفعيل مرصد الإسلاموفوبيا ودعمه بكافة السبل وتنفيذ خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا هذا ما أكدته منظمة التعاون الإسلامي بالاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بعد الاعتداء السافر على حرمة وقدسية المصحف الشريف في مملكة السويد لوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز وتجريم الأفعال ذات الطابع العنصري والقائمة على كره الأجانب المطالبات طالت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحثها على إصدار بيانات إدانة لرفض إهانة الرموز والمقدسات الدينية كما دعت إلى اجتماع حول الإسلاموفوبيا بسبتمبر المقبل لإجراء تقييم شامل للهجمات الدنيئة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة في ذات الإطار استدعت الخارجية السعودية السفيرة السويدية مطالبة الحكومة بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول الإسلاموفوبيا في الغرب كراهية وعداء لكل ما هو مرتبط بالإسلام فبعد عدة خطوات ومبادرات مهمة من المملكة والدول الصديقة إقليميا ودوليا أتى بعده اعتماد الجمعية العامة بالأمم المتحدة يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوما عالميا للقضاء على هذه الظاهرة إذ يسهم بدعم الجهود الهادفة لتشجيع الحوار بين الأديان والحضارات وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات ترجمة نانسي قنقر حملت منظمة التعاون الإسلامي لاحتلال الإسرائيلية لمسؤولية المباشرة عن تداعيات العملية الإسرائيلية في الجنين ووصفتها بالجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة داعية في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي لتحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني هذا ووصف البرلمان العربي ما تقوم به قوات الاحتلال بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسرائيلي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية وطالب البرلمان بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة تعقيد الجامعة العربية اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا على مستوى المندبين الدائمين بالقاهرة بهدف بحث الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين والمخيمات وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بمائة وخمسين آلية عسكرية ترافقها جرفات مدرعة من عدة محاور وحاصرة المخيمة وقطعة الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم وأدى العدوان الإسرائيلي إلى سقوط تسعة قتلى من الفلسطينيين وإصابة العشرات فيما لا تزال اجتباكات مستمرة حتى اللحظة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال هذا وقررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل واستمرار وقف التنسيق الأمني معها ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها الشمالي الضفة الغربية جاء ذلك وفق بيان ألقاه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة عقب اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس برامالة وضف أبوردينة إن التفاهمات الأخيرة مع إسرائيل والتي تمت خلال اجتماعات بمدينتي العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية لم تعد قائمة أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن 3200 شخص اعتقلوا في الأيام الثلاثة الماضية وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة على مقتل مراهق فرنسي برصاص الشرطة وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت 45 ألف شرطي وعربات مدرعة في الشوارع بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب هذا وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات في فرنسا حوالي 55 مليون يورو وبهذا وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختم هذه النشرة وختمها بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هنئان رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وزارة الطاقة تعلن تمديد الخطط الطوعي للإنتاج ليشمل أغسطس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وستون كادرا يبدلون خدمات إنسانية ل700 ألف حاج في ساحات المسجد النبوي شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة